اشتركوا في القناة وهي حركة في خط ومستقيم لها نقطة بداية ونقطة نهاية وكمان عندي حركة دورية والحركة الدورية هي حركة بتكرر نفسها بانتظام مع الزمن اخذنا عدة امثلة للحركة الدورية منها الحركة في دائرة والحركة الدورانية الحركة الاهتزازية والحركة الموجية حلقة النهاردة هنتكلم على الحركة الدائرية قبل ما نبدأ الكلام على الحركة الدائرية عايزين بس نأكد على نقطة وإحنا خلاص بدأنا نتقرب لنهاية الترم الأول إحنا درسنا مع بعضينا في كل درس كنا بناخد معادلة أبعاد وبناخد قانون رياضي بنحل عليه المسائل وقلنا إن بيحصل بعض التداخل أو في بعض منكم بيشتكي إنه ما بيعرفش يحفظ هذه القوانين أو معادلات الأبعاد وقلنا عدة طرق للحفظ ومنها إن أنا أستخدم الألوان اللي بتساعدني على إن أنا أحفظ بصورة أكبر زي إيه؟ زي إن أنا أكتب الكمية الفيزيقية بلون وأكتب قانونها وأكتب معادلة أبعادها أكتب وحدة قياسها بنفس اللون ده بيساعدني على عملية الحفظ وقلنا إن إحنا ممكن نجيب ورقة كده وألم ونسطر جدول وكل حصة نبدأ ناخد فيها معلومات نبدأ نضيفها للجدول بتاعي هحصل في آخر السنة على ورقة تحتوي أو تشمل على الست معادلات أبعاد والقوانين اللي موجودة عندي في الترمي الأوليين هبدأ حلقتي النهاردة بإن أنا أوريكو بس كده مثال لها إزاي إنت تعملها طبعا إنت معك ورقة أو ألم معك عدد من الألوان اللي تقدر تشتغل به اعمل ورقة تفتح نفسك على أساس إنك إنت تقدر إن أنت تذاكر بيها وبعد كده نبدأ نتكلم على حلقة النهاردة ونبدأ نضيف لجدولنا معادلة أبعاد تانية وقانون تاني نشوف كده القانون قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا ونبدأ الكلام على الحركة الدائرية لو أنا عملت جدول زي اللي أنا شايفه دلوقتي قدام مني أنا عارف إن السرعة رمزها V العجلة A كمية التحرك والقوة F هما دول كميات الفيزيقية اللي درسناها لغاية دلوقتي أنا حرسم الجدول بتاعي وهبدأ أدي كل الكمية الفيزيقية منهم لون هستخدم الألوان الجاف أو الألوان في المصدر المتحليك وهبدأ تحت القانون الرياضي قدام السرعة مثلا واكتب إن القانون بتاعها بيقول لي إن V بتساوي دلتا D على دلتا T معادلة أبعادها اللي T سالب 1 وحدة القياس بتاعتها متر لكل ثانية أنا دلوقتي هيرتبط في زهني كلمة السرعة والحرف V وكمان شكل القانون أو شكل معادلة الأبعاد اللي بنفس اللون بتاعها طب تعالوا نشوف العجلة كده العجلة رمزها A القانون بتاعها A بتساوي دلتا V على دلتا T معادلة الأبعاد عندي L T سالب 2 وحدة قياسها متر لكل ثانية تربية كمية التحرك قانونها كان بيقول لي M V ومعادلة الأبعاد ML T سالب 1 وحدة القياس بتاعتي كانت كيلو جرام بوينت متر لكل ثانية خدوا بالكوا إن أنا دلوقتي عندي السرعة اللي هي موجودة عندي فوق ومعادلة أبعادها L T سالب 1 في كمية التحرك زاد عندي ال M اللي هي الكتلة ومعادلة أبعادها هي ال M فهلاقي إن كمية التحرك ML T سالب 1 قريبة الشبه بمين؟ بالسرعة لأن أنا عارف إن السرعة معادلة السرعة L T سالب 1 كمان الكتلة عندي بالكيلو جرام أصبحت وحدة القياس كيلو جرام بوينت متر لكل ثانية طب تعالوا نشوف القوة القوة كان قانونها بتقول لي M في A وبالتبعية أنا دلوقتي عارف إن معادلة الأبعاد بتاعة الكتلة هي ال M و L T سالب 2 دي معادلة أبعاد العجلة كذلك وحدة القياس الكتلة كيلو جرام و بوينت مضروبة في وحدة قياس العجلة M متر لكل ثانية ربيع وبالتالي أنا حفظي لي السرعة والعجلة هيخليني أقدر أحفظ كمية التحرك وكذلك القوة لو أنا استبعت الطريقة دي في الحفظ هلقي نفسي العملية بالنسبة لي سهلة ومفيها الصعوبة نتكلم بقى على حرقة النهاردة الحركة الدائرية أو الحركة في دائرة وجي أحد أنواع الحركة الدورية التي تكرر نفسها بانتظام مع الزمن طيب الحركة الدائرية هي عبارة عن حركة جسيم في محيط دائر عندما يتحرك جسيم حركة دائرية منتظمة فإن اتجاه السرعة يتغير باستمرار في فترة زمنية متساوية يعني كل فترة معينة الجسيم بتاعي اتجاه السرعة هتختلف مش السرعة اللي هتختلف اتجاهها زي ما أنا كده أنا عندي كده أجي الجسم شايفين اتجاه السرعة المفروض في اتجاه السهم اللي خارج لبرة أبص ألاقي بعد فترة اتجاه السرعة اختلف بقى داير في نفس الدائرة اتجاه السرعة يعني أن في وجود عجلة عمودية على اتجاه السرعة في حاجة بتشدها وبتغير عندي اتجاه السرعة والتغيير ده بيمثل بالمماس للدائرة عند النقطة دي تعالوا نشوفها كده شايفين الدائرة بتاعتي شايفين ده ده اسمه المماس في حاجة جوه هنا في حاجة بتشدها الجزء اللي بيشده عمودي على السرعة ده اسمها ايه اسمها العجلة العجلة اللي بتشدها الى الداخل دي نتيجة دقود قوة بسميها القوة الجاذبة المركزية القوة اللي بتعمل على تغيير اتجاه السرعة بسمرار بتكون متجهة نحو مركز الدائرة وبتكون دايما عمودية على اتجاه السرعة لو انت كده جبت لبست الالم من الجيف حتى وربطتها بقطعة من الدبارة او الحبل اخيط وبدأت تتحرك بيها في حركة دائرية هنا ايدك نفسها هنا دي في المركز هي دي القوة الجاذبة المركزية اللي بتفضل ربطة هذا الجسم اللي بيدور والخيط اللي بينك وبين الجزء ده هي عبارة عن ايه عن المسافة اللي الجسم ده مش هيفلت منها اول ما يبدأ يفلت او يغير اتجاهه زي ما احنا شايفين كده تبدأ القوة تجذبه وتغير اتجاه السرعة شايفين السرعة دي كتت فقاني اتجاه وبعدين اختلفت بقت كده لي عشان انا دايه ايه دايه هنا دي بتمثل القوة الجاذبة المركزية وبتكون تماما في منتصف هذه الدائرة تطبيقات على الحركة الدائرية تكلمة تطبيقات يا ولاد يعني انا دلوقتي استفدت ايه من معلومة ان الجسم بيتغير اتجاهه مع يتغير اتجاه السرعة مع الحركة اول حاجة حركة الارض والكواكب حول الشمس حركة الامر الصناعي وصفن الفضاء حوالين الارض وكذلك حركة الالكترون حول النواة كل دي امثلة بتوضح لي الحركة الدائرية دي اجسام والاجسام دي بتشتغل او بتلف بسرعة معينة وفي قوة جذبة بتشدها بتجعلها لا تمثلت ولا تخرج عن مصرها زي كده دلوقتي يا ولاد شايفين الامر الصناعي امر الصناعي اللي هو بينقلنا دلوقتي كل حاجة على الهوى المباريات والاحداث وقت حدوثها الامر الصناعي بيلف حوالين الارض في مدار دائري لا بيسقط على الارض والارض تجذبه ولا بيفلت منها هذا المدار الدائري اللي بيمر فيه الارض بيمر بيه الامر حوالين الارض بيجعل اتجاه الامر بيختلف السرعة بتاعته ام احنا طبعا نتعلم يعني تعاملنا مع رمزي قبل كده ام اللي بيتمثلي الكتلة في تربيع على ارض دي بيتمثلي العجلة المركزية او العجلة اللي بتكون بيدور بيها او بتشد او بتغير سرعة الجسم بتاعته بتساوي ام في جي ام في جي القوة اللي بتجي الجذبه الام والجي هنا اللي هي الايه اللي هي العجلة طيب لو انا كده يعني شلت الام قدام الام اختصرناهم مع بعض هيتبقى عندي من المعادلة دي ايه هيتبقى في الطرف في تربيع على ار والطرف الاخرى هيتبقى عندي جي اللي هي عجلة الجذبية الارضية ومنها عشان اجيب الفي هستعمل الجذر عشان اجيب الفي واحدة بس والار هتروح الناحية التانية بعكس الاشارة بدل ما هي مقسومة تحت الفي هتبقى مضروبة في الجي في بتساوي جذر جي ار دي عبارة عن ايه عبارة عن السرعة التي يدور بها القمر الصناعي حول الارض السرعة بتاعته لازم تساوي جذر جي ار تساوي الجي اللي هي عجلة الجذبية الارضية والار هو نصف قطر المدار اللي بيمر فيه الامر تعالوا نشوف كده مسألة توضح لي النقطة دي يتخذ قمر صناعي مدارا دوريا حول الارض على ارتفاع 400 كيلو متر فوق سطح الارض فاذا كان نصف قطر الارض 6400 كيلو متر وعجلة الجذبية الارضية 9 و8 من 10 فاحسب سرعاته المدارية السرعة المدارية للقمر بص يا ولد دي الوقت دي كورة الارضية نصف القطر بتاع الارض اللي هو قال لي 6400 لكن الامر مش بيدور على سطح الارض ده بيدور برا يعني بيدور في مسافة تبعد عن الارض اللي هي الارض اللي هي الربعمية الربعمية اللي قال عليها اذا كلها على بعض المدار اللي هو بيدور عليه هيبقى 6400 زائد الربعمية تعالوا نعوض ادي الفي بتساوي ادي الجي تسعة وثمانية من عشرة في 6800 اللي هي عبارة عن 6400 اللي هو حسبها بالاضافة الى ارتفاع القمر اللي هو على بعد الربعمية اللي بقين الربعمية كيلو البقين طيب في 1000 ليه انا ضربت في 1000 عشان انا كده اتعاملت مع الكيلو متر لأ انا عايز احولها لايه لمتر فبضرب المسافة دي في الالف وبالتالي بيطلع لي تمانية وتقريبا اتنين من عشرة في عشرة قس تلاتة يبقى دي السرعة اللي هيدور بيها الامر لو ضرب بسرعة اقل من كده القوة الجاذبة الارضية هتشده لو ضرب بسرعة اكبر من كده ممكن يهرب مننا في الفضاء وما نقدرش نوصل وطبعا السرعة وحدة قياسها متر لكل سانية ما ننساش احنا درسنا ده في اول درس في الوحدات القياس ولكنه مستمر معنا في كل الحاجات اللي احنا المسال اللي احنا بنحلها هنتكلم على القوة الجاذبة المركزية ايه بقى موضوع القوة الجاذبة المركزية القوة الجاذبة المركزية هي قوة موجودة في مركز الدائرة اللي بيمر بقى حواليها الجسم وبتفضل شداء او جاذباء اليها وبالتالي بتؤدي الى تغيير اتجاه السرعة بتاع الجسم اللي بيلي زي ايه؟ زي لما بجي اتحرك في منحنة او في الملاهي المرجحة او الامر الصناعي مرجحة اللي بتلف اللي بيسموها الساقية او العربية دي ما بتلف ولكن مفيش حد بيسقط من عليها طيب القوة الجاذبة المركزية لو اتعرفها هقول هي القوة التي تغير اتجاه حركة الجسم من نقطة الى اخرى على طول المسار الدائم زي ما حضرتك قلنا كده لو انت ماسك فتلة وبدأت تدور كده اي حاجة تربطة في طرف الفتلة وتبدأ تحركها انت بتتحكم او ايدك دي هي القوة الجاذبة المركزية لهذا الجسم اللي ما بتخلهوش يخرج برا مصاره لكن احنا شايفين ان ايه؟ اتجاه الحركة شايفين الاسهم اتجاه الحركة كل ما بيجي الجسم يفلت القوة الجاذبة المركزية بتشده تاني وبالتالي بيغير اتجاه حركته وبتفضل المسافة بينه وبين المركز سبتة زي مثلا حضرتك كده لو جبت ايه؟ كرة وقعدت لفتها كده ايدك دي هنا في الحالة دي بتمثل القوة الجاذبة المركزية القوة الجاذبة المركزية هي قوة احنا عارفين ان القوة رمزها F وعشان هي قوة مركزية هنرمز لها بالرمز F C ودي بتساوي M V تربيع على R الام احنا اخدناها قبل كده اللي هي بتمثل برا رمز الكتلة V تربيع هي السرعة مربعة على نص قطر المدار اللي بيدور في الجسم والفي تربيع على R دي تمثلي العجلة المركزية يعني كاني برضو بقول ان ال F بتساوي M في A بس انا هنا عوضت عن ال A بالعجلة المركزية ايه العوامل اللي بتتوقف عليها القوة الجاذبة المركزية؟ انا هحل السؤال دوت وفي نفس الوقت هعرفك ازاي تقدر في اي قانون تطلع العوامل بتاعتي انا دلوقتي القانون بتاعي بيقولي ان القوة الجاذبة المركزية في عندي كتلة الجسم اللي هي M دي طردي سرعة الجسم اللي هي V طردي ونصف قطر المصاري الدائري R دي عكسي يبقى انا دلوقتي عملت ايه يا ولاد بصوا معايا ال M دي وكذلك V الاتنين موجودين في البسط اي حاجة موجودة في البسط بتتناسب طردي يعني ايه طردي؟ كلمة طردي ان كل ما الحاجة دي هتكتر القوة في المقابل ليها هتكتر كل ما كتلة الجسم زادت كل ما القوة الجاذبة المركزية بتاعته هتزيد كل ما مربع السرعة زادت كل ما القوة هتزيد والعكس صحيحة يعني الاتنين طردي يعني الاتنين بيحصل لهم ايه؟ لو زادوا بيزيدوا ما بعد مين اللي تحت الكسر يا ولاد؟ اللي تحت الكسر دي R اللي هي نصف القطر دي تتناسب عكسي اي حاجة تحت الكسر اعتبرها عكسي يعني ايه عكسي؟ يعني كلما قل R اللي هي نصف القطر هتزيد القوة شفتوا واحدة فيهم بتقل التانية؟ بتزيد ده مفهوم كلمة عكسي طيب لما يزيد نصف القطر ألاقي القوة ايه؟ القوة L يبقى دايما لما ييجي يقول لك ما هي العوامل معناه اللي بيأثر عليه يبقى اللي هو بعد عملية اليساوي الحاجات اللي موجودة بعد عملية اليساوي اللي موجودة فوق الكسر هتبقى ترجي اللي موجودة تحت الكسر هتبقى عكسي العجلة المركزية برضو عشان نفرقها عن العجلة العادية هنقول A C بتساوي V تربية على قر تعالوا نشوف المسألة دي ونشوف إزاي نقدر نحن نحل طريقة حل المسألة اللي احنا اتعودنا عليها أول حاجة أنا هقرأ المسألة بتاعتي عشان أفهمها أو أعرف كل الكلام اللي فيها وبعدين أستخرج المعلومات منها أو المعطيات ويأحدد المطلوب ناخد بالنا كده يا أولاد ممكن يكون المسألة طالبة من حضرتك مطلوب واحد أو اتنين ساعات من السرعة حضرتك بتحل المسألة والمطلوب الأولاني بتحله وتعتبر نفسك أنت حلت المسألة واتفاجأ أن أنت نص درجة المسألة تطارت منك تعالوا نشوف كده جسم كتلته واحد كيلو جرام يتحرك على محيط دائرة بسرعة منتظمة مقدرها أربعة متر لكل ثاني فما مقدار العجلة المركزية والقوة الجذبة المركزية المؤثرة على الجسم إذا علمت أن طول المساري الدائري يساوي 88 متر طيب أنا دلوقتي عندي كتلة الجسم الكتلة اللي هي رمزها إيه؟ برافو كتلة رمزها إيه؟ 21 كيلو جراو وقال لي أنه بيتحرك على محيط دائرة ودني السرعة مقدرها كام أربعة يبقى V عندي بكام باربعة وطالب مني إيه؟ كلمة اوجد أو ما مقدار يبقى هو ده المطلوب منك ما مقدار العجلة المركزية والقوة الجذبة المركزية إذن هو طالب هنا عندك حكتين طالب منك العجلة وطالب منك القوة المؤثرة على جسم إذا علمت أن طول المساري الدائري يساوي 88 متر جديد علي موضعته لطول المساري الدائري ده طول المساري الدائري ده يا أولاد المقصود بمحيط الدائرة طول المساري الدائري هو محيط الدائرة الناس بقى نسترجع معلومات الهندسة بتاعت سنة 4 ابتدائي محيط الدائرة بيساوي إيه؟ بيساوي 2 باي أر للناس طبعا أكيد عارفة الباي جي اللي هي 22 على 7 والأر ده نصف القطر اللي هيضهولك واللي الاتنين دي موجودة في القانون حنوجد المحيط بتاعي فيه طريقتين بقى للمحيط أنا دلوقتي اتنين أنا نزلتها والباي 22 على 7 والأر اللي مطلوبة مني ده بيقولك إنه بيساوي 88 أنا عايزة قيمة الأر عايزة أجيب نصف القطر هجيب الأر لوحدها وهودي اللي مضروف فيها الناحية التانية بعكس الإشارة طيب لما جي أقلب الاتنين الناحية التانية عكس الإشارة يبقى هتنزل تحت في الكسر 22 على 7 أنا بقلب الكسر بتبقى السبعة فوق وال22 تحت باشتقل على الآلة الحزبة وتديني 14 متر طيب أنا بقى مش فاهم الكلام ده والشقلبة والكلام الرياضي أنا في الفيزياء عايزة توصل لحل المسألة بأي طريقة رياضية حضرتك بتجدها مبسطة اللي مش فاهم الكلام ده أو مش فاهم شقلبة الكسر حضرتك ممكن تعملها بالطريقة دي ايدي 2 في 22 على 7 فقار بتسوي 88 هعمل إيه بقى؟ هاخد دي كده وواجه من ناحية التانية زي مهمة تحت الكسر بنفس الطريقة كانوا مضروبين في الار نحطتهم تحت الكسر وحط الشكل دوت على الآلة الحزبة بتاعتي هيديني نفس النتيجة وهتطلع على الـ 14 عادي خالص وما تقرقش نفسك بموضوع شقلبة الكسر لكن لو انت حضرتك متمكن في الرياضة هتبقى فاهم الكلام اللي أنا بقوا احنا عايزيني يوجد العجلة المركزية دلوقتي أنا حطت بياناتي على جنب ودي أول حاجة بعملها في المسألة طلعت البيانات الكتلة اللي هي الـ M21 السرعة باربعة مطلوب مني الـ AC اللي هي العجلة المركزية الـ FC اللي هي القوة المركزية وأنا استخرجت من المعطيات بتاعت اللي ادهاني على محيط الدائرة وطلعت له نص القطر بتاعها 14 حاجة بقانوني عادي بتاع العجلة AC بتساوي V تربية على R حبدأ أعوض وما نساش يا أولاد الـ R تربية يعني لازم أن أربع الـ R لو ما ربعتهش بأنا دلوقتي مش فاهم القانون أو بأنا كده عملت على أن القانون بيساوي V على R وده طبعا مش هيديني الدرجة بتاعتي أشتغل على الأل الحزبة الأربعة تربية على الأربعة بتطلع 1 بـ 14 من 100 ومنساش إنها عجلة متر لكل ثانية تربية أنا بقى أعيز أجد القوى المركزية طبعا هنا بقى سهل خالص ممكن أحط القانون بتاعي اللي هو VC بتساوي M في AC هحبت الكتلة اللي هي بـ 21 أعوض عن AC بـ 14 من 100 وهيطلع عليه النتيجة طبعا بإيه بالنيوتن أتطلع 23 و 9 من 10 نيوتن قانون الجذب العام قانون الجذب العام أحد القوانين اللي وضحنا نيوتن ويمكن معلومة كده بس أن نيوتن حتى لما عمل القانون دوت ما كانش عارف قيمة السابت وقال لي فيه قيمة هنا أنا مش يعني ما وصلت لهاش ولكن العلماء بعدي وصلوا لها ووصلوا للقيمة بتاعتها قانون الجذب العام بيقول لي بيقول لي إن بين أي كتلتين قوة جذب متبادلة هذه القوة تتناسب طرديا مع حاصل ضرب الكتلتين وعكسيا مع مربع المسافة بينها أنتوا عارفين يا أولاد وأنا بقرأ للتعريف ده كده ممكن قوي أكتب القانون بيقول لي بين أي كتلتين الكتلتين يعني M وطالما اتنين هتبقى M1 وM2 قوة جذب متبادلة القوة اللي هي إيه اللي هي F تتناسب طرديا مع حاصل ضرب الكتلتين إحنا قلنا طرديا يعني إيه يعني أنا هنا هنحطهم فوق الكسر وعكسيا مع مربع المسافة يبقى هنا مربع المسافة هتيبقى فين هيبقى تحت الكسر أدي القانون بتاعي اللي هو قانون الجذب العام F اللي هي القوة بتساوي G وفوق عندك M1 M2 على R تربيع ده المربع طب الرمز دي كلها إحنا وصلنا لها طب الجي دي بقى حد كده يعني هيقول لي آه ده الجي دي اللي هي الجرافتي عجلة الجذب الأرضية لأ عجلة الجذب الأرضية رمزها G سمول الجي ده مقدار ثابت وبسميه ثابت الجذب العام قيمة ثابتة وصلوا لها العلمة وقيمتها 6 و 67 من 100 في 10 قص سالب 11 ميوتين ومربع لكل كيلو جرام تربية معادلة الأبعاد بتاعتها آه معادلة الأبعاد في معادلة الأبعاد بتقول لي M سالب 1 L 3 T سالب 2 ال M اللي بتمثل الكتلة وال L اللي بتمثل المسافة وال T اللي بتمثل عندي الزمن وحدة القياس دي أو القيمة القيمة بتاعت سابت الجذب العام أنت غير مطالب بحفظ أي سوابت لو أنا طلبها منها طلبة مسألة فيها أوجد القوة بتاعت قوة الجذب العام ها يبقى دي أحد المعطيات لأن السوابت لا تحفظ أما كأعرف سابت الجذب العام بقول هو عبارة يقدر بقوة الجذب بين جسمين كارويين كتلة كل منهما واحد كيلو جرام والمسافة بين مركزي هما واحد متر وقيمتها بتساوي ستة وسبعة وستين المية في عشرة أس سالب حدوشا يعني ايه الكلام ده بصوا معي أنا دلوقتي عندي جسمين كارويين كده فيه نص قطر لكل واحد فيه المسافة بين نصف القطر بتاع الجسمين اللي هي أر لو أنا بصيت كده هقول آه أدي الجي يبقى هي عبارة عن القوة اللي هي الاف بين جسمين كارويين ام واحد وام اتنين والمربع بتاع المسافة بينهما بتتنصب طرديا مع حاصل ضرب كتلتيهما مع الكتلتين هو فوق عشان فوق الكسر وعكسي مع مربع المسافة نشوف المسألة احسب قوة الجذب بالكوراتين كتلتيهما 20 كيلو جرام و 10 كيلو جرام والمسافة بين مركزيهما 50 سنط علما بأن سابة الجذب العام 66% في 10 أس سالب 11 هنا يا أولاد مديني الكتلة بالكيلو جرام ومديني المسافة بالسانتي احنا قلنا ان احنا الوحدة اللي انا بتعامل معاها هي ايه هي المتر وبالتالي انا لازم اعمل عملية تحويل للمسافة من السانتي للمتر بحاولها ازاي يا اما اقسمها عالمية يا اما اضربها في 10 أس سالب الاتنين وفي الحالتين الكلام هيبقى سليم وصحيح من ناحية ارياضية اجي الكتلة الاولينية بعشرين الكتلة التانية بعشرة النص القطر بخمسين وصنط وثبت الجذب العام الدهوني بكتب القانون بتاعي هنا بقى قال لي جسمين وكرويين يبقى فيه كتلتين يبقى انا هنا مش هتكلم على الحركة الدائرية انا هتكلم على قانون الجذب العام F بالسوي G M1 M2 على R تربيع هبدأ اعود يا ولاد اشير الرمز وحط قيمته الجي بستة وسبعة وستين من مية في عشرة قصة سالب 11 واضرب الكتلة الاولينية بعشرة الكتلة التانية بعشرين والنص القطر عندي خمسين اضربه في عشرة قصة سالب اتنين ليه عشان احوله لمين عشان احوله لمتر ومنساش ان انا ارفعه لقصة تربيع طيب انا مش عارف اكتب عشرة قصة سالب اتنين دي انا عارف ان انا بقسم على 100 تمام هكتب خمسين على 100 وبرضو هربع الكسر بتاعي طلعت القيمة بتاعتي وطبعا انا بجيب قوة زيها زي اي قوة وحدة قياسها بايه وحدة قياسها بانيوتن هنتكلم على تطبيقات قانون الجذب العام وقلنا كلمة تطبيقات يعني احنا استفدنا ايه في حياتنا من الكلام ده او فصر لنا ايه تطبيقات على قانون الجذب العام اول حاجة هنتكلم بقى عليها النهاردة وانا اعتقد ان احنا ممكن نستمتع بالاكتشاف دوت لو انا اتفرجت على حتى حاجات على اليوتيوب لهذا الموضوع هلاقي ان العلماء فكروا فيه الارض اللي احنا عايشين عليها عايزين يجدوا كسافة الارض الكسافة رياضيا هي عبارة عن كتلة على حجم اذا انا عندي مشكلة طب انا هوزن او احسب الكتلة بتاعت الارض ازاي اوائس حجمها الدنيا طبعا مسهلة دي كرة ارضية بعض العلماء قاموا بعملية ايجاد نصف قطر الارض عشان يقدروا يحسبوا الحجم بتاعها بما ان هي كرة اول طريقة عندي كانت طريقة ايراتوثانس ايراتوثانس ده في ظهر يوم 21 يونيو الشمس بتكون عمودية فوق اسود يوم 21 يونيو ده يا ولاد اطول يوم في النهار في السنة بحالح يعني احنا عارفين ان في الشتاء النهار بيبقى قصير الشمس بتغرب بسرعة الساعة خمسة كده بتلاقي المغرب دخل علينا والشمس غربت والليل بتاع فترة الليل هي فترة طويلة في الصيف بيحصل العكس ايه بيبقى اليوم بتاع الشمس فترة ظهور الشمس بتبقى فترة طويلة شوية والفترة بتاعت الليل قليلة يعني احنا ممكن لغاية الساعة ستة سبعة الدنيا لسه منورة طيب يوم واحد وعشرين يونيو ده هو اليوم اللي بيت يعني اطول يوم في فترة النهار اطول يوم لزهور الشمس فراتوسنس ده كان كان مدير المكتبة الاسكندرية وكان بيقرأ كتب كتير فالرجل ده فكر كده وقوة الملاحظة بتاعته انه هو في الاسكندرية وجد ان في اليوم دوت العمود او الساري العمود المسالة كده موجودة في احد المعابد او احد الاماكن الاسرية وجد ان هذا العمود له ظل على الارض هذا الظل يميل بزاوية بينما في نفس التوقيت في اسوان العمود ليس له ظل ليس له ظل نهائي فبدأ بطريقة حسابية بسيطة جدا يقيس المسافة بين الاسكندرية واسوان وجدها انها تساوي 800 كيلو متر وبدأ عن طريق التعويض في بعض القوانين الرياضية يحدد لي نصف قطر الارض ما انا مش هجيبش انيور او اجيب حاجة كده اخرم الارض عشان اوصل لنصف قطر بتاعها مش هيحصل لكن عن طريق التعويض في القوانين الرياضية ممكن اوصل لها اراتو سنس يعني مجرد ملاحظة مجرد ظل على الارض بدأ يشاغل دماغه احنا عندنا دماغ ووصلنا لتكنولوجيا عالية دلوقتي انا عايز اقول لكم ان اللي وصله اراتو سنس دلوقت في وقتنا الحالي اللي احنا عندنا عندنا تطور علمي وكمان بعتنا سفر للفضاء اسنحنا بقى نصف قطر الارض بعد ما طلعنا عن دليل امر الصناعي وجدناه يكاد يكون مطابق للي وصله اراتو سنس بجهاز بسيط جدا وبطريقة بسيطة جدا اللي وصل بيها اراتو سنس لتعيين نصف قطر الارض عن طريق المعادلات الرياضية كمان في علماء استخدموا اجهزة بدائية جدا ووصل القراءة بتاعتهم الى اللي احنا وصلنا له بعد ما وصلنا لهذا الاتشار يبقى بداية العلم واساس العلم هو المخ العقل البشري اللي لو فكر هيبدأ يوصل تعالوا مع بعدينا كده نشوف اراتو سنس عمل ايه عشان خاطر يوم 21 يونيو اللي هو اطول يوم في السنة واللي لا ان العمود بيميل بزاوية قدرها سبعة واثنين من عشرة في الاسكندرية بينما لا يوجد له ظل فيه اسوان وان المسافة بين الاسكندرية واسوان تمنمية كيلومتر ازاي قدر بهذه المعلومات البسيطة انه هو يحسب بصورة دقيقة الى حد ما او صورة دقيقة ازاي قدر يحسب نصف قطر الارض تعالوا نبص كده نشوف مع بعدينا هو جي في اسوان لقى ان الظل ما فيه الظل على الارض ده في 21 يونيو الساعة 12 بالظبط يعني اللي هي فترة الظهر لقى ان العمود او العصاية كده اللي احنا بالمثلة كده ليها ظل هذا الظل يميل بزاوية 7 و2 من 10 وده اللي خلاه يفكر زي ما احنا شايفين كده اهو شايفين كده الخريطة دي ادي العمود اللي موجود في الاسكندرية شايفين الظل بتاعه عمل ازاي عمل الظل على الارض بما ان الشمس عمودية بينما فيه اسوان ما كانش ليه ظل ويمكن كمان المعلومة دي وصلته ان الارض كروية هاي الخريطة لو انا مثبتها كده شايفين العمود بتاع اسوان ما لوس ظل العمود بتاع الاسكندرية ليه زاوية او ليه ظل على الارض بزاوية هو قال ايه بقى قالت دلوقتي ادي الكرة الارضية لو انا قلت ان الشمس عمودية حسب ان الزاوية عند الاسكندرية اه ميلة بزاوية وعندها اسوان اه عمودية وبدأ يجيب القراءات دي وياخد الزاوية ويمدها على استقامتها علشان خاطر يحسب رياضيا اه نصف قطر الارض ادي الاشاعة بتاعت الشمس اه مدها على استقامتها وقال لك هتلتقي المسافة بينهم هما الاثنين بين اه اصوان والاسكندرية اه تعادل 800 كيلو اه متر اه بدأ يحسب كده ويقول دلوقتي ادي الزاوية بتاعتي على 360 اللي هي المحيط بتاع الارض 800 كيلو متر على محيط الارض كلها عن طريق تعويض فيه عملية رياضية توصل الى ان طول القوس بتاعي القوس ده اللي هو المسافة بين الاسكندرية واسوان على محيط الارض يساوي 7.2 اللي هي الزاوية الميل على 360 اللي هي باقي دوران القرى الارضية اللي هي 360 درجة هيبدأ يعوض على طول القوس ب800 ومحيط الارض انا مش عارفه لو انا قسمت 7.2 على 360 هل هي بتديني واحد على 50 طرفين في وسطين يعني محيط الارض هيساوي كام 50 في 800 اللي هو هيساوي 4000 متر طب كيلو متر طب انا دلوقتي محيط الارض ده عبارة عن ايه الارض عبارة عن دايرة يبقى 2 باي ار 2 باي ار حبق اجيب محيط الارض عايز الار لوحدها يبقى انا هعمل ايه هخلي محيط الارض الناحية التانية واودي الاتنين ار عكس الاشعر يبقى نصف قطر الارض هي عبارة عن محيط الارض على اتنين ار اتنين باي طب انا جبت محيط الارض اه مش هو جابه اللي هو الاربعين الف طب تعالوا نشوفها كده بقى الار بتاعت الارض اللي هي نصف قطر عبارة عن محيط الارض ودي حاجة قدر يقسها بطريقة رياضية على اتنين باي يبقى الاربعين الف كيلو متر اربعين الف كيلو متر اللي هو محيط الارض اللي هو قاسه عن طريق التعويض في المعادلة اللي فاتت على اتنين باي عارفين اتنين باي دي اللي هي اتنين في اتنين وعشرين على سبعة القلة الحسبة طلع لستة الاف تلتمية وستين كيلو متر اه ولم اجي حولها ليه المتر اه هتبقى ستة وستة وتلاتين اه من مية في عشر قص ستة اه اه متر البيروني البيروني احد العلماء العرب اللي برضو من فترة طويلة جدا اه قدر يقيس بجهاز عامل زي المقلمة اللي مع حضرتك فيه المقلمة بتاعتك المنقلة اللي بتقيس بيها ليه بادوات رياضية اه جهاز الى حد ما شبهه اختار جبل بيطل على مياه للبحر وقاس ارتفاع الجبل ده وبعدين قام بقيس زاوية ميل اشعة الشمس وقت الغرب هو ده كل اللي عمل وعن طريق الارتفاع والزاوية قدر يحسب نص قطر الارض ازاي هو ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي البيروني جي على جبل قريب من سطح الارض وقاس ارتفاع الجبل وقاس زاوية ميل الاشعة وقت الغرب وبدأ يعوض رياضيا بالطريقة اللي احنا هنشوفها دلوقتي ده المكان اللي كان بيقيس منه وده الجهاز اللي استخدمه فيه قياس ميل الاشعة ده جهاز اسمه الاسترلاب ده عمل زال منقالة كده وبدأ يطلع فوق الجبل ويقيس كده فين الشمس وقت الغرب فيقيس ميل الاشعة بتاعت الشمس ويعوض بيها اه دي الارتفاع اللي هو ال والزاوية اللي قاس بيها الميل وعن طريقها رسم الشكل الهندسي اللي هيظهر لنا دلوقتي اللي هيوضح هنا بصوا بقيا ياولاد اعتبر اللي دي الارتفاع والمماثل الدايرة اللي هو ميل الاشعة بتاعت الشمس واخد خط مستقيم خط افقي من اعلى نقطة في الجبل ومد الاتنين على استقامتهم اللي هي النقطة اللي هي من اعلى الجبل اللي هي فين اللي هي دي ده الجبل بتاعي ده ارتفاع الجبل ده الخط الافق بتاع اعلى نقطة في الجبل الخط اللي ميل ده هو ميل الاشعة بتاعت الشمس ومد الخط ده على استقامته وعمل المماز ده مده على استقامته وقال لك في النص هنا كده يبقى ده مركز الارض انا عايز ايس المسافة دي فقال لك انا ممكن ايس الزاوية دي لان هي دي برا الارض اللي هي الزاوية اللي بين الخط الافق وبين زاوية الميل وقال ان رياضيا الزاوية دي تساوي الزاوية دي وجات الزاوية دي هو هو نفس جات الزاوية دي الزاوية دي عبارة عن ايه عبارة عن المجاور على الوطر لان ده يعتبر مسلس قائم الزاوية ده حاجة رياضية تعالوا نشوفها كده بصوا يا ولد ادي ارتفاع الجبل و ادي الشمس بتاعتي ادي زاوية ميل الاشعة شايفين عاملة ازاي هو عمل ايه بقى مد ده على استقامته و ده على استقامته عمل لي هنا زاوية قيمة قال ان لو انا عملت خط هنا افقي اللي هو اعلى نقطة في الجبل قال ان الزاوية اللي هنا دي هتساوي الزاوية دي رياضية و قال ان الزاوية اللي هي دي عبارة عن ان هي تساوي المجاور على الوطر طيب الاول هنسمي المثلث ده اي بي سي الجزء ده يمثل عندي نصف القطر اللي انا عايز اعيزه طب الجزء ده يا ولاد عبارة عن ايه من هنا لهنا نصف القطر طب و من هنا لهنا ده ارتفاع الجبل كلمة ارتفاع يعني هاي في هرمز له بالرمز اتش يبقى اللي ناحية التانية دي ار و دي اتش يبقى لما جاقول انا عايز اجيب ام كوزين الزاوية دي هتبقى عبارة عن ان هي ار على ار اتش طب الزاوية دي انا استهل زي ما الزاوية دي هي هي انا في القياس الزاوية اللي برا اللي أنا استهى نتيجة ملي الأشعة وصطح الجبل ثاني هو دلوقتي أسته للجبل اللي هو H ويمده على استقامته والشمس لما ظهرت بدأ يعمل خط ليه الشوعة الضوء الساقط من الشمس ويجيب هنا خط الأفق خد الزاوية دي الرياضيا الزاوية دي هي بتساوي الزاوية دي وكوزاين الزاوية بيساوي المجاور على الوطر المجاور عندي هو نص قطر والوطر هو نص قطر زائد ارتفاع الجبل يبقى عن طريق أنه عارف الـ H الارتفاع بتاع الجبل اللي قاسه وعن طريق أنه قاس الزاوية دي قدر يحدد نص قطر الأرض رياضيا الزاوية ببساطة جديدة قال إنه كوزاين سيتا بتساوي الـ BC اللي هو ده الـ BC اللي هو ده على الـ AB اللي هو ده ده المجاور وده الوطر طيب الـ BC ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن R طيب وـ AB عبارة عن إيه؟ عبارة عن R زائد H يبقى كوزاين سيتا الزاوية اللي قاسها بره هيجيب الكوزاين أو الجتا بتاعتها هتساوي R على R زائد H عن طريق التعاويد الرياضي هيظهر لي أن R نص قطر هو عبارة عن H الارتفاع في كوزاين سيتا اللي هو هيقدر يقسها من بره وعلى 1 ناقص كوزاين سيتا هو عنده H عنده ارتفاع الجبل وعنده الزاوية بتاعتني للأشعة اللي هي سيتا وبالتالي يقدر عن طريق التعاويد في القانون الرياضي يقدر يحسب لي إيه؟ يحسب لي نصف قطر الأرض خانتكلم بقى على حساب كتلة الأرض هو إحنا نقدر نوزن الأرض أو نعرف كتلتها إيه وعا تقول إنها وزن الكتلة غير الوزن إحنا خدنا قبل كده إن فيه فرق بين الكتلة والوزن الكتلة مقدار ما يحتوي الجسم المادة إنما الوزن هي قوة جذب الأرض للجسم كتلة الأرض هل ياولاد ينفع؟ أجيب بقى ميزان وحط الكرة الأرضية وحط وحدات قياس كده وإيس عشان أقدر أحدد الكتلة بتاعتها؟ طبعا الكلام ده مش هينفع هنرجع لمين؟ هنرجع للقوانين الرياضي من قانون الجذب العام نقدر نحسب قوة جذب الأرض على جسم كتلته 1 كيلو جرام إحنا فاكرين قانون الجذب العام؟ أوه لسه واخدينه اللي كان بيقول لي إن F بتساوي G M1 M2 على أرض أربية هنا أنا بحسب كتلة الأرض فهي كتلة كبيرة شوية فرمزت لها بالرمز M والكتلة التانية أنا هحسب بالنسبالي على أي جسم موجود عندي على الأرض كتلته الوحدة اللي هي الواحد كيلو جرام يبقى أول حاجة هستعادل من قانون الجذب العام تمام يا باشا إنت دلوقتي عندك إيه؟ إنت عندك نصف القطر أس هنة إيراتوسينس والبيروني الطريقتين أي واحد فيهم حددلي نصف قطر الأرض وعندي ثابت الجذب العام دي قيمة سبتة وعندي الواحد وعندي القوة طب أنا عندي قوة منين يا أولاد القوة دي عبارة عن إيه؟ بقدر قوة جذب الأرض اللي هي القوة اللي بتجذب بها الأرض الجذب اللي هي كام؟ 9 و 8 من 10 هقول إن الـ F بتساوي هخط هنا كده القيمة بتاعت سبتة الجذب العام 6.67 في 10 قص سلب 11 وهكمل المعادلة بتاعتي الـ M اللي هي كتلة الأرض اللي أنا عايز أجيبها في واحد اللي هو كتلة الجسم اللي كتلةه 1 كيلو جرام وتحت عوضت على الـ R اللي هي نصف القطر 6 و 36 في 10 قص ستة كل تربيع دي نصف القطر اللي أوجدهن مين؟ اللي أوجدهن إيراتوثنس والبيرون قوة جذب الأرض اللي هي F اللي بتساوي M في G الجسم اللي عندي اللي أنا بقيسه على الأرض ده كتلةه إيه؟ كتلةه واحد في 9 و 8 من 10 اللي هي مين؟ اللي هي قيمة عجلة الجذب الأرضية يبقى هعوض عن الـ F بـ 9 و 8 من 10 وبالتالي عن طريق التعويض الرياضي هيبقى كتلة الأرض مقدرها 5 و 98 من 100 في 10 قص 24 كيلو جرام 24 يعني كأن الرقم اللي قدام منك ده محطوط قدام منه 24 صفر يعني نشوف قدير الكتلة بتاعتها طبعا كبيرة جدا في مسألة عندك في الكتاب بتقولك احسب كتلة الأرض إذا علمت أن نص قطر الأرض 6 360 كيلو متر وعجلة السقوط الحر 9 و 8 من 10 متر لكل ثانية وسابت الجذب العام 6 و 67 من 100 في 10 قص سالب 11 زي ما قلنا إن قيمة السوابت تعطى في المسألة دي القانون بتاعي هكتب له F بتساوي G M في 1 على أور تربيع وأبدأ أعوض يا أولاد القوة عندي بتسعة وثمانية من عشرة عوضت عن ثابت الجذب العام اللي هو 6 و 67 من 100 في 10 قص سالب 11 في الأم اللي هي قطلة الأرض اللي أنا عايز أوجدها في 1 على الرقم اللي هو مدهوني وأنا ضربته في 10 قص 3 عشان خطر أحوله إلى من الكيلو متر للمتر وهرفعه القص تربيع أنا بعوض الأرقام شوية كبيرة قداميني لكن الدنيا سهلة أنت هتبقى مدينة المعطيات في المسألة عن طريق ضرب الطرفين في وسطين أنا هجيب الأم الوحدها وهبدأ اللي مضروف في الأم هو إيه؟ هو قيمة جسابة الجذب العام أحطه تحت في الكسر وال9 و 8 من 10 هضربها في نصف القطر بتاعي باشتغل رياضيا وهتطلع النتيجة بتاعتي 5 و 9 من 10 تقريبا في 10 قص 24 كيلو جرام حساب حجم الأرض إحنا كده جبنا نصف القطر وجبنا الكتلة إحنا عايزين نعرف حجم الأرض حجم الأرض بيسوي إيه؟ هل أنا أقدر أحوط بحاجة كده مزورة ولا حاجة عشان أقيس الحجم بتاع الأرض؟ طبعا الحجم بتاع الأرض من الكيميات الكونية اللي ما ينفعش أن أنا أقيسها بالشكل ده لكن حجم الأرض هي الأرض عبارة عن إيه؟ الأرض عبارة عن كرة وإحنا رياضيا عارفين إن الكرة قيمتها كان أربعة على تلاتة باي أر تكعيد ده الحجم الفوليوم هنا الفي هنا مقصد بها فوليوم مش سرعة الفي هنا الفوليوم بتاعي أو الحجم كلمة حجم يعني فوليوم الفوليوم بتاع الكرة رياضيا حجم الكرة أربعة على تلاتة باي أر تكعيد وإحنا قلنا إن إحنا خلاص طالما أنا عندي قانون وبقدر أشتغل فيه أو أعوض فيه الدنيا هتبقى سهل أدي أربعة على تلاتة الباي باتنين وعشرين على سبعة والأر اللي جابهن مين اللي حسبهن البيروني وإيراتوسين ستة وستة وتلاتين من مية في عشرة قصة ستة الكل تكعيد والقيمة بتاعتي هتطلع واحد وثمانية وسبعين من ألف في عشرة قصة واحد وعشرين متر مكعب لأن الحجم بيقاص بالمتر المكعب كسفت الأرض هنا بقى بقت سهلة ليه؟ هو بيقول لي كسفت الأرض عبارة عن الكتلة على الحجم طب ما أنا أوجدت الكتلة عن طريق التعويد الرياضي وأوجدت الحجم كمان عن طريق التعويد الرياضي فكل اللي أنا هعمله هحط قيمة الكتلة فوق اللي أنا جبتها اللي هي خمسة وتمانية وتسعين في عشرة قصة 24 على قيمة الحجم اللي أنا جبته واحد ويه تمانية وسبعين من ألف في عشرة قصة 21 والقيمة اللي هتطلع عندي على الألة الحزبة هكتبها طبعا الأرقام دي كبيرة لأن أنا بتكلم على الأرض ودي طبعا حجمها كبير جدا عايزين نثبت أن الفي بتساوي جزر جي أر فاكرين الفي دي إيه؟ الفي دي السرعة هنا الفي السرعة لها السرعة دوران الأمر الصناعي عايزين نثبتها كلمة أثبت يعني أنا عايز زاك تقولي أن الطرف اليمين بيساوي الطرف الشمال نشوف مع بعضينا كده دلوقتي اليم بوينت في تربيع على أرض دي عبارة عن إنها قوة اللي هي القوة الإيه؟ قوة الجزبة المركزية بتساوي أم جي لو أنا شطبت أو اختصرت الاتنين أم مع بعض بقت في تربيع على أر بتساوي جي وجي هنا عجلة الجزبية الأرضية ومنها في بتساوي جزر جي أر هل ممكن يطلب مني يقولي إذبك أنا وأكتب له الإذبات؟ لأ الإذبات سهل إحنا مش عايزين نحفظ إحنا عايزين نمشي مع الخطوات الرياضية واحدة واحدة على أساس إن أنا إيه؟ أوصل للنتيجة النهائية بدون محفظ عشان خاطر الحفظة ممكن تقع مني حاجة لكن لو أنا فاهم كده الدنيا مش أزاي؟ أنا كل اللي عملته اختصرت الام من الطرفين والقيمة المتبقية وصلت نزلتها تحت أنا عايز الV لوحدها دي V تربيعي أنا عايز قيمة تطلع لي بجزر الناحية التانية الR موجودة تحت الV يعني كسر هتروح الناحية التانية مضروبة في الG بيقولي هنا علل استمرار الأمر الصناعي في مداره الأمر الصناعي موجود تحت تأثير قوتي أول قوة هي قوة جزب الأرض له اللي هي إيه؟ قوة جزب المركزية اللي كانت بتقول إيه؟ اللي كانت بتقول F بتساني G M الأولينية في M التانية هنا M الكابتا دي اللي مبرمز لها لأن كتلة الأرض كبيرة M اللي هي بتاعت الأرض مع كتلة الكتلة التانية على R تربيع اللي هي نصف القطر بتاع الأرض دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن القوة جزب المركزية اللي بتشد الأمر وفيه كمان دي طبع قانون الجذب العام فيه قوة الجذب المركزية اللي هي الكتلة في V تربيع على R اللي هو بيتحرك بيها السرعة اللي بيتحرك بيها الأطرق تعالوا نشوفها كده انت دلوقتي بتقول لي عندي حاجتين عندي F بتساوي M في V تربيع على R ورجعت قلتلي ان كمان ال F في نفس الوقت بتساوي G M كابتل على M كابتل في M سمول على R تربيع طيب تعالوا بقى نشوف رياضيا بما ان اليمين بيساوي اليمين يعني دي F ودي F يبقى اكيد الشمال بيساوي الشمال طيب تعالوا نبص على الشمال فيه النحية دي M اه نشتبهم قدام بعد طيب الارد فيه هنا واحدة R والتانية R تربيع يبقى الارد دي هتروح مع واحدة من التربيع اللي هنا هيتبقى لي ايه بقى بصوا كده الطرف دوت الاولاني كل اللي تبقى منه ايه بتربيع تمام طيب والطرف التاني بقى G و M على R انا كده صفيت الناحيتين طيب زي ما قلنا ال V تربيع دي اللي هي مين اللي هي السرعة مربعة لو حبيت اني انا اجيبها الوحدها تبقى ال V لوحدها بجزر G M على R يبقى الامر دلوقتي تحت تأثير قوتين والسرعة عبارة عن جزر G M على R وال G هنا اللي هو ثابت الجزب العين G بتساوي G M على R G دي اللي هي عبارة عن مين عبارة عن القوة اللي هي قوة جزب الارد ومنها G R بتساوي G M على R G R عجلة الجزبية مضربة في نصف القطر بتساوي ثابت الجزب العين في القتلة على نصف القطر ومنها ال V برضو بتساوي جزر G R اخر مسألة معنا بقى كده نشوف امر صناعي بيدور حول الارض في مدار دائري تقريبا على ارتفاع 940 كيلو متر من سطح الارض فما مقدر صراعاته المدارية اذا كانت قطلة الارض 6 في 10 قص 24 كيلو جرام والR ب 6360 كيلو متر وعجلة الجزبية الارضية من الدهن طب يا ولاد لو انا بصد كده ما حدرتك لسه اي لانا كانت بـ 5 و 9 من 10 عادي ممكن المسألة يكون مقرب لك الرقم فتعامل مع الرقم اللي هو بيدهولك في قلب الايه في قلب المسألة تم ثابت الجزب العام كان 6 و 67 من 100 هو مدهني و 6 من 10 مفيش مشكلة هو اتعامل مع الرقم هو بيقربه دي حاجات بسيطة تعالوا نشوف كده V بتساوي جزر G M على R حنبدأ نعوض الر اللي عندي هي عبارة عن R زائد H اللي هو نص القطر زائد الارتفاع آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ وعلى أمل بلقاء جديد بيكم يتجدد دائما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته